هنكون مع حضراتكو كالمعتاد على مدار 3 ساعات من الساعة 7 للساعة 10 عندنا تفاصيل كتيرة جدا نتكلم فيها مع حضراتكو عندنا فقرات كتيرة وفقرات متنوعة بكل تأكيد هنطمن حضراتكو على حالة الطاقس خصوصا مع التزبزب فيه درجات الحرارة احنا شايفين الجو بالنهار بيكون حر فالناس طبعا كتير تخفف لدهم بعد كده بالليل يكون فيه نسمة برد خفيفة كده اعتقد ان ده ليه تأثير كبير جدا على مرضى الجيوب الانفية والحساسية بالاضافة لانه ليه تأثير كمان على اصحاب الامراض المزمنة دي حقيقة يا شازلي كمان الاطفال الصغيرين مبقاش عارفين اللي هلي بيقوش عارفين يلبسوهم لبس تقيل ولا لبسة خفيف حتى يمكن في البيت درجة الحرارة نفسها كمان بتختلف فهنطمنكو على حالة الطاقس وكمان هنتكلم معكم في مواضيع الحياة تانية كتير هنتكلم عن ماتش الاهلي ومازينبي كمان النهاردة اللي هيكون النهاردة في ذهاب نص نهائي دوري ابطال افريقيا تالي كمان ماتش ده احنا يعني مستنين وبرده يشازل ماتش صعب جدا بالمناسبة وخصوصا في ظل الاداء للنادي الاهلي بيلعب به الفترة الاخيرة دي مش راضي جماهير النادي الاهلي المباراة هتكون صعبة مش هتكون مباراة سهلة على الاطلاق يترى هنقدر النادي الاهلي ان يعالج الاخطاء اللي وقع فيها في مباراة الزمالك طبعا بكل تأكيد النادي الزمالك كان يستحق الفوز في هذه المباراة لكن النادي الاهلي كان عنده اخطاء دفاعية كبيرة كان عنده اخطاء كمان في نص الملعب تغييرات كمان كولر اعتقد انها لم تكن موفقة في هذه المباراة لكن بكل تأكيد عامل حسابه لمباراة إيلة زي مباراة مازينبي الكنغولي النهاردة طبعا كمان هنتكلم بقى عن ايه علاقة الجو تغيير الجو واصحاب امراض القلب كمان هنعرف هل في علاقة ولا ما فيش علاقة فيه اي احتياطات المفروض ناخد بالنا منها ولا لا كل دا هنعرف تفاصيله كمان خلال حلقتنا النهاردة تغيير بقى كمان الخبر المحزن يا شازلي اللي ممكن بتابعناك كلنا مبارح ورحيل الفنان الكبير والقدير صلاح السعدني عن عالمنا الفن المصري والعربي الحقيقة فقط قامة كبيرة جدا مش هتتكرر فقط علامة بارزة وقوية في الفن المصري والعربي وسب وراه مجموعة كبيرة جدا من الاعمال اللي هي بصمة قوية على الشاشة داي بقى مسلسلات كتير قوي يعني مش هارف نذكر مسلسل ايه ولا ايه بس مثلا طبعا الايقونة المسلسل اللي هي الحلمية الايقونة الدرامية القوية ودوره العمدة سليمان الغانم ومن هنا جي لقب العمدة الفنان الكبير صلاح السعدني يمكن حتى النقاط في الوقت داي شازلي اطلقوا عليه عمدة درامة المصري زي ما قلت لحضراتكم مش بس كمان لانه الدور كان اسبه كده لكن اللي براعته في تكسيد الشخصية واللي خلى الجمهور يتعلق ويرتبط بيها بشكل كبير جدا يشازل بكل تكيد يا جمانة واحنا بنتكلم طبعا عن الليلة الحلمية يمكن الناس كتير ما تعرفش ان هو ما كانش هو المرشح لهذا الدور كان سعيد صالح وما كانش هو اللي بعد سعيد صالح كمان كان الفنان القدير طبعا محنود ياسين لكن في النهاية هو اللي بيقوم بهذا الدور تعالوا بقى ببص للموضوع من زاوية اخرى انه كان ده بداية الانطلاق الحقيقية مش هنقول بداية وجوده طبعا في عالم الفن لانه كان موجود من قبل كده ده بيمسل من ايام مصرح الجامعة لما كان في كلية زراعة طبعا مع عاد الامام والضفع دي لكن بداية الانطلاقة الحقيقية للفنان الكبير والقدير صلاح السعداني وتعالوا بقى نشوف الاجواء والعلاقات اللطيفة اللي كانت بتجمعه بالفنانين زي ما نشوف سعيد صالح لما تسأل عن اداء صلاح السعداني لدور العمدة في هذا المسلسل قال ايه؟ قال عمله احسن ما كنت انا هعمله شفتوا الروح كانت عاملة ازاي شفتوا الجمال في العلاقات اللي كانت ما بينهم كانت عاملة ازاي فاحنا دلوقتي طبعا ما فيه شك انه عمود من اعمدة الخيمة زي ما بنقول فنان كبير وفنان موسوعي وفنان مثقف وفنان قدير يعني ينفع نقول عليه بالفعل فنان قدير صحيح يا شازلي وفيه نقطة مهمة يمكن شازلي اشار ليها فنان مثقف الثقافة بشكل عام بتدي ثقة للشخصية اللي انت بتعامل معها او ايا كان المجال اللي بتدخل فيه صلاح السعدان يا ضاير حومه كان شخصية بالفعل ومثقفة وده نعكس على كل ادواره عمل كل انواع الادوار شخصيات وادوار كتير جدا في اعماله فبين سينما مسرح تلفزيون ويمكن وحرم نتكلم على كل ده هتلاقوه دايما ثقافته حتى بينا في الدور ايا كان الدور من اي فئة ولا من اي مهنة بيجسدها ايا كان دوره حتى في مسلسل لهي حلمي زي ما كنا منتكلم دور مهم جدا في مشواره الدرامي دور القصة حسن نعماني في مسلسل ارابيسك الابهارنا بحبه والمبادئ اللي كان بيجسدها حتى عن مهنته وصنعته وعن كمان الوقت اللي كان بيمثله عن شهامة ولاد البلد وحبه المنطقة وجدعنته وخوفه على اهل حتته ازاي كان قادر ان هو يوصل ده بالشكل السهل والبسيط واللي وصلنا واللي عايش معانا لحد النهاردة وانت بتتكلمي طبعا عن شهامته مع اهل حتته يا الفكرة مش اهل حتته بس حتى شهامته وجدعنته مع مصر كلها عمل دور مهم جدا 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 في مسلسل حلم الجنوبي نصر وهدان القط كان مدرس تاريخ بسيط طبعا عايش حياته عادي جدا زي اي حد فينا طبعا بيبقى فيه تاجر اثار موجود بتوع قدامه بردية بيعوز يترجم هذه البردية عشان يفهم فين الاسكندر الاكبر متفون فين مقبرة الاسكندر الاكبر فبيروح له عشان يترجم له البردية فهو بيقرأ هذه البردية فبيعرف لغز بيعرف المكان فبيرفض انه يرجعها مرة تانية لتاجر الاثار لان ده دي حاجة البلد فقد ايه كان بيؤمن تمام الايمان بانه الفن ليه وظيفة اجتماعية عشان كان دايما اختياراته للشخصيات اللي بيجسدها بتكون نبعة وجاية من هذه الفكرة هي انه الفكرة فكرة انه الفنان يؤمن بان الفن ليه وظيفة اجتماعية دي نقطة مهمة جدا لان ده بيؤثر على كل اختياراته كل الادوار اللي بيقوم بها حتى القيمة اللي بيكون عايز يوصلها بيبقى حريص جدا على الادوار اللي بيلعبها وبيبقى متخيل دوره الحقيقة في المجتمع عامل ازاي فانانين كتير جدا شفنا اثرهم بالفعل في المجتمع شفنا اعمال كتير جدا شفنا اثرها وانعكسها على المجتمع مهم جدا ان احنا طول الوقت اي شخص بيعمل في هذه المانا يبقى متأكد انه بالفعل ليه ايد في انه يغير المجتمع ويؤثر في مجتمعه وخير مثال على هذه الفكرة هو الفنان الكبير صلاح السعداني هي انه خبر وفاة الفنان الكبير صلاح السعداني هو خبر صادم وحزين مش بس للوسط الفني كله لكن للشعب المصري والعربي وده لاننا قدام فنان اغلب تجاربه الفنية والدرامية والسينمائية معبرة جدا عن شخصيات حقيقية وقعية موجودة في مجتمعنا شخصيات فعلا من لحم وده شخصيات قريبة مننا يا شاز بكل تأكيد ربنا يتغمده بواسع رحمته خالص عزقنا لأسرته ومحبيه ربنا يلهمهم الصبر والسلوان وداعا الفنان الكبير صلاح السعداني واحد من الفنانين اللي اثروا بالفعل في حياتنا كلنا